أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بوليس فاهمي خلال الجلسة الختامية أن الرقابة الدستورية تمثل جزءاً مهماً في عملية التنمية بكافة عناصرها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتي تتطلع إليها الشعوب الأفريقية وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا حرص القائمين على المؤتمر على أن يكون الاجتماع في جلساته شاملاً لمختلف الإشكاليات والتحديات أمام قادي الدستوري فيما يتعلق بعناصر التنمية كان اجتماعنا هذا للتباحث بشأن دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الأفريقية وإيماناً منا بأن السلام الاجتماعي هو الأساس الذي تنهض عليه تنمية شعوبنا وأنه يقوم على ركيزة أساسية تضمن تحقيق المساواة بين سائر المواطنين لتكون المواطنة بما تحمله من الإقرار بتساوي الحقوق والواجبات بين أطياف المجتمع ومكوناته هي الدعامة الدستورية التي ترسخ له وتوطد أركانه فكان الحق في المواطنة هو موضوع جلستنا الأولى